موسيقى السلام عليكم من حين لآخر يمر علي مقال يشير إلى مستخدمي اليد اليسرى أكثر من اليد اليمنى باللغة العربية يسمون العسر جمع أعصر مفرد ورغم أني لا أحب كثيرا هذا اللفظ هناك ألفاظ أخرى أشوال يساري كلها غير مناسبة لأن العسر يقابله اليسر والعسر يشير مباشرة إلى أن هناك صعوبة أو شيء غير محبّد المهم سنعود إلى الاعتبارات الاجتماعية والثقافية بعد لحظة خاصة هذه المقالات من حل آخر تشير إلى أن هؤلاء يتميزون بعبقرية سواء عقلية قدرات علمية ذكاء عالي أعلى من الآخرين أو قدرات رياضية هناك لاعبين متميزين يلعبون بالرجل اليسرى أو باليد اليسرى في التنس أو يقول لك أربعة من الستة أو سبعة رؤساء أمريكا الأخيرين من ريغان إلى جورج بوش الأب إلى كلينتون إلى أوباما كلهم كانوا مستخدمين لليد اليسرى فيعطي انطباع أن هؤلاء متميزون بشكل أو آخر رغم أن في كثير من الثقافات هم إلى حد ما غير مشجعين أولا ما هي الإحصائيات؟ عبر العالم بشكل عام الآن عددهم على الأقل في الدول التي فيها إحصائيات 12% في المعدل هذه النسبة تتفاوت من دولة إلى أخرى أعلاها في أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية هولندا بلجيكا وغيرها النسبة حوالي 13-13.5% وأدناها كلما اتجهنا إلى الثقافات الشرقية والجنوبية كوريا مثلا 2% فقط الصين 3.5% اليابان 4.7% دول أخرى قليلة جدا لا تصل إلى حتى 6% لا توجد بيانات بالنسبة للعالم العربي للأسف وإن كنت نتصور أن عددهم أقل بكثير لأنني كما سأشير لا يتم تشجيعهم بل إذا الطفل بدأ يستخدم يده اليسرى لمحاولة الكتابة أو عمل أي شيء مباشرة في كثير من الأحيان الأولياء الوالدين والمعلمين يعني يشجعونه على استخدام اليد اليمنى أنا أذكر بعض التلميذ زملائنا عندما كنا أطفال كان عندما مثلا يكتب باليد اليمنى وخطه سيء جدا يقولون لهم ما هذا الخط؟ لماذا تكتب هذه الطريقة؟ تدرب قليلا فيقول لهم لا أنا في الأصل كنت أحاول أكتب باليد اليسرى ولكن ضغطوا علي ضغطوا علي بحيث أني صرت مضطر أكتب باليد اليمنى وطبعا كتابته باليد اليمنى غير جيدة فمش فقط التأثير على الكتابة التأثير حتى نفسيا يصير حسن نفسه أنه أنا لم يتم تقبلي كما أنا يعني أنا فرض علي طريقة معينة وأنا لا أرى يعني لماذا أنا أستخدم اليد اليمنى أو اليد اليسرى وين الفرق يعني خاصة إذا أنا أكتب أفضل وأعمل أفضل باليد اليسرى فلماذا ينضغط علي وهذه موجودة بالمناسبة هذا التطور الثقافي موجود في الإحصائيات فيقول لك عندنا إحصائيات على الأقل في الغرب تعود إلى حوالي 150 سنة في أواصط القرن التاسع عشر كانت نسبة هؤلاء العسر يعني لا تتجاوز حوالي 2% ثم بدأت ترتفع مع بداية القرن العشرين وصلت إلى أربعة بالمئة عشر بالمئة في سنة 1940 يعني واضح أنه صار تغير ثقافي ثم وصلت النسبة إلى 12 بالمئة سنة 1980 وظلت الآن على حوالي 12 بالمئة بل الدليل آخر على أن هناك تطور ثقافي في أمريكا اليوم يقول لك عندما نأتي إلى الفئة العمارية من الكبار السن الذين عمرهم يزيدوا عن أكثر من 65 سنة النسبة بينهم لا تزيد عن حوالي 6% هؤلاء أما الشباب والأطفال الذين عمرهم أقل من حوالي 16 سنة فالنسبة بينهم حوالي 15% معنى أنه فعلا صار الآن يعني شيء متقبل وليس هناك أي إشكال ولكن الكبار يعني من بقي على ذلك على ذلك الطبعة خلينا نقول على ذلك الميل قليل يعني بالنسبة ربما نصفهم تم تحويلهم إلى استخدام اليد اليمنى والآخرون بقوا على ذلك بالنسبة للجنس 55% ذكور و45% إناث ولكن هذا أيضا يعني سننظر في الإحصائيات على السنوات القادمة وهل هناك تغير أم هل هو يعني فعلا هناك تأثير للجنس بمعنى أن هل هناك تأثير جيني هل هناك ارتباط جيني لهذه المسألة لأن هذا يجرنا إلى سؤال السبب ما هو سبب أن بعض الأفراد يستخدمون اليد اليسرى أكثر أو رجل اليسرى في الرياضة إلى آخره بنسبة معينة ويقول لك أنه فعلا صارت دراسات الآن جينية بيولوجية تبين أن هناك بعض الجينات فعلا نجدها متوفرة بل تعمل بشكل أقوى هذا ما يسمى بالأبيجينيتيكس أن البيئة أحيانا تشغل أو تعمل هذا الجين أو آخر يعني switch on يعني تعمله يلا أعمل كذا بل يقول لك أن هناك دراسات تبين أن خلال الحمل هناك بعض التأثيرات البيئية يعني مثلا هناك حالة طبية للمرأة الحامل أو هناك حالة نفسية أحيانا ضغوطات سترس إجهاد معين يؤدي إلى ظهور أكثر للأطفال المستخدمين اليد اليسرى بل حتى خلال عملية الحمل نلاحظ الأجنة وهي في عملية مص الأصبع أنها من بضعة شهور بعد بداية الحمل يبدأ الميل إلى استخدام أو مص الأصبع من اليد اليمنى عوض اليد اليسرى أو العكس بالعكس بمعنى أن هناك ارتباط جيني شبه واضح الآن من الدراسات وأيضا تأثير بيئي على الأقل خلال عملية الحمل التي تحدث الآن كما قلت الناس يلاحظون أن هناك أشخاص يتميزون في الرياضة في السياسة كما ذكرت في الفنون وهم يستخدمون اليد اليسرى فهل هذا يعني أن فعلا استخدام اليد اليسرى يعطي أفضلية يعطي فرصة لهؤلاء الأفراد أن يتميزوا أكثر الجواب عموما لا ولكن في بعض الحالات نعم أولا يجب أن يحذر الإنسان أنه كوننا لاحظنا أن بعض الأشخاص المتميزين يستخدمون اليد اليسرى هذا لا يعني أن هناك تأثير مباشر بل هذا يعني فقط أنني أنا لاحظت هؤلاء وما لم أنتبه لم ألاحظ يعني ما يقول لك مثلا أربعة من الرؤساء الستة أو سبعة الأخيرين في أمريكا مستخدمين لليد اليسرى هذا معناه أننا نحن لم نراجع لو أراجع مثلا المئة رئيس أمريكي خلال القرن والقرنين الماضيين ووجدت أن النسبة بينهم أعلى بكثير من 12% وهي النسبة العادية في المجتمع حينها أقول آه معنى أن هؤلاء لديهم قدرات عالية أهلتهم أن يكونوا رؤساء أو آتي مثلا إلى الرياضة أو آتي إلى العلوم أو الرياضيات وأجد أن النسبة بينهم أعلى لا أعتمد على الملاحظات التي هي أمامي هذا ما يسمى availability bias يعني أنا أنا أكون متأثر أكثر بما ألاحظ حولي ولكن لا أنظر يعني لا أنتبيه لأنه يجب علي أن أنظر إلى الإحصائيات بشكل أعام وليس فقط ما يتوفر أمامي ولكن في نفس الوقت هناك بعض العوامل التي تجعل هؤلاء يتميزون فعلا في بعض المجالات مثلا يقول لك إذا أتينا إلى رياضة التينيس مثلا فهناك من يستخدمون الليد اليسرى وهم متميزون رفا نضال مش عارف كان زمان في عهد نحن جون ماكنرو أولئ الذين كانوا متميزين فعلا يقول لك هؤلاء فعلا نجد أن نسبة المتميزين المستخدمين الليد اليسرى نسبتهم أعلى من النسبة العادية في المجتمع طيب ولماذا؟ لأنهم عندما يتدربون وهم يتدربون أكثر شيء مع اللاعبين الذين يستخدمون اليد اليمنى فهم يعرفون يتعودون على طريقة عمل لعب هؤلاء المستخدمين للذراع اليمنى والعكس غير صحيح يعني المستخدمين للذراع اليمنى لا يتدربون إلا نادرا أو لا يلعبون إلا نادرا ضد شخص يستخدم اليد اليسرى وبالتالي لا يتعود على طريقة ضربه وطريقة عمله إلى آخره تحركاته وبالتالي تكون هناك أفضلية لهؤلاء العسر لأنهم تعودوا على الآخرين والعكس لم يحدث فهذا يعطيهم أفضلية ليس بالضرورة لأنهم استخدام اليد الدراع اليسرى فهذا يعني مباشرة يجعلوا عبقري سواء في الرياضيات أو في الفنون حتى في الفنون عندما يرسم الشخص مثلا يرسم طريقة نظر وجهة النظر للعالم طريقة تعبير معينة وطبعا هذه ليست متناظرة يعني ليست بالضرورة ما نراه من الجانب الأيصر والجانب الأيمن يكون دائما نفس الشيء فالشخص الذي يرسم بنظرته اليسرى خلين نقولها كذا أو العسروية فأنا عندما أنظر إلىها جد أنواة فيها نظرة مختلفة فيها تميز ولكن هذا لا يعني أنها عبقرية أكثر من الآخرين الآن هل هناك فعلا اختلاف عقلي في العقل في الدماغ لهؤلاء هل هناك فعلا ذكاء أعلى بالنسبة لهؤلاء هناك دراسات كثيرة وكما قلت من حين لآخر يمر علينا بعض المقالات التي تقول هؤلاء متميزون هؤلاء أذكار وهناك بعض الدراسات قالت هذا الكلام وهناك دراسات خالة العكس وهناك دراسات ما يسمى دراسات ميتا ستادي يعني دراسات تشمل الدراسات يعني تأخذ كل الدراسات أو عدد كبير من الدراسات وتنظر في كل النتائج وتحللها مع بعض لا تعتمد على دراسة واحدة وهذه لم تجد تأثيرا معينا ولكن ما تم الوجود هو أن هناك يبدو أن المستخدمين للذراع اليسرى أو الرجل اليسرى لديهم الجانب الأيمن من العقل أقوى أو أكثر تطورا واحد واثنين ترابطات أكثر بين الجزئين الأيمن والأيسر من الدماغ طيب وبعدين هناك اعتقاد واسع وإن كان عدد من علماء النفس يرفضون هذا الكلام ويردونه أن الجزء الأيمن من الدماغ يتحكم طبعا جسديا يتحكم في الجانب الأيسر هذا مؤكد ولكن نفسيا أنه هذا يعتمد أكثر على الجوانب الفنية والجوانب العاطفية بينما العقل الأيسر أو الجانب الأيسر من الدماغ يتحكم أكثر في المنطق وفي العلوم والرياضيات والشيء مثل هذا وبالتالي فهناك فروق فإذا كان الجانب الأيمن متطور أكثر وهو يتحكم في الجانب الأيسر من الجسد فهؤلاء يكون الجانب الفني الإبداعي متطور عندهم أكثر ومسألة الترابط بين الجزئين من الدماغ تعطي نظرة شمولية أكثر للعالم إذا ثبت هذا الكلام كما قلت هناك دراسات تشير إلى هذا ولكن كما نعرف في العلوم لا يكفي أن ننظر إلى دراسة أو دراستين ننتظر تطور العلوم والدراسات المختلفة والجوانب المختلفة الآن آخر شيء أريد الإشارة إليه وهو التعامل مع الأفراد فيما يخص هذه هذه العملية أو هذه الميزة أو الخاصية في هؤلاء الأشخاص يعني طبعا كثير ما كما أشرت أن هناك تأثير اجتماعي ثقافي بل هناك يعني عدم تحبيذ عدم تشجيع لاستخدام اليد اليسرى بل معروف عندنا في ثقافتنا أن اليد اليسرى هي التي نستخدمها في التنظيف في الحمام تكرمون وبل هناك حتى عبارات تشير ضمنيا لا شعوريا هكذا إلى أن الذراع اليمنى هي الصحيحة هي القوية هي الجيدة هي النافعة هي كذا فيقول لك هذا ساعده الأيمن معنى ساعده الأيمن معنى الذي يعتمد عليه الذي يساعده أكثر المنفذ الذي كذا فعندما نقول الناس هذا ساعده الأيمن فمعنى أن كنت ساعدك الأيصر هذا لا فائدة فيه هذا سيء أو يعني الأشخاص الذين يعني استخدامهم للجسد غير متناغم خلينا نقول فيقال لهم هذا الشخص هذا عنده عنده يدين يسرتين إذا صح التعبير يعني اليد اليمنى صارت يسرة هي أيضا ما معنى هذا الكلام معنى أنه الاثنين سيئتين معنى ضمنيا قاعدين نقول للناس أنه اليد اليسرة ضعيفة وسيئة فما بالك إذا صارت يدك اليمنى مثل اليد اليسرة صار عندك يدين يسرتين معنى أنك أنت يعني لا فائدة في جسدك هذا هذه التعبير وهذا الضغط أحيانا كما قلت الوالدين والمعلمين يضغطون على الأطفال أنه لا تستخدم اليد اليسرة أكتب باليد اليمنى العب كذا العمل كذا هذا كله ضغط ضغط نفسي وضغط يعني يجعل الشخص هذا لا يستخدم قدراته بشكل طبيعي فإحنا خسرنا هذا الطفل هذا خسرناه كان ممكن يكون لعب تنس بتميز أو كان ممكن يكون مش عارفنا فنان رائع أو كان يكون عالم كبير ولا فرق أنه يستخدم يد اليسرة مثل مش عارفنا كلينتون أوباما وغيره فما عندنا لا يجب أن نضغط بهذه الطريقة أيضا عملية هناك بعض الأدوات يعني لم أكن أنتبه إلا وأنا أحضر لهذه الحلقة أن مثلا المقص وبعض الأدوات الأخرى فعلا تستخدم بطريقة مختلفة وتساعد حسب تصميمها تساعد المستخدم لليد اليمنى أكثر من اليد اليسرة لأن فعلا المقص القطعتين الحديدتين مش متناظرة وحدة كبيرة وحدة صغيرة وحدة قص وحدة ننظر إليها من فوق وحدة ننظر إليها من تحت فنقلبها مش نفس الشيء بعض الشركات الآن تصنع مقصات للمستخدمين اليد اليسرة أن مقصك أنت غير مقص الشخص هذا وأدوات أخرى في المطبق وأدوات أخرى في الطبيعة في العالم إلى أخير فيجب أن ننتبه أن هناك دعنا نقول عشر أو عشر بالمئة من الأشخاص حولنا عادة هؤلاء لهم استخدامات مختلفة فيجب أن نتقبل هذا الأمر بل أن نساعدهم ونساهلهم هذه العملية لأننا لا نريد أن نضغط على قدراتهم بطريقة تسيء إلى قدراتهم في الأخير شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة